السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اليوم على قناة لك ان شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله تكونوا لابس اليوم ان شاء الله سأخدمها في المول سيليكون بدون فرن فقط في الثلاجة ان شاء الله تبعني في المقادر وطريقة التحضير ونضبر عليها من بعد اخطرت هذا المول عجبني شريته يخرجكم قطعة من بعد قطعة شابه ان شاء الله ان شاء الله الاخوة تستطيعون ان تحصلوا على مول كما هاكا وننفوت في المقادر وطريقة التحضير لكن قبل هذا نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليها افضل صلاة والسلام بسم الله جبت هناليا غيسيبين جبت البول ولكيلة او شوكولة فيها بسكويت والشوكولة وفرق نقارب جبت هناليا حيث لنضيف الكوكو اضيفه كم مفتاح فنقع كم مفتاح نصف كيلة نصف كيلة طايف حمصين اعجب الى الكوكو اتطلق اي حاجة تتسلط لنضيف ندخلها في قلب المواد الناشفة نستعمل ملعقة الخشب نستعمل ملعقة الخشب نستعمل ملعقة الخشب نستعمل مغرف كبيرة والمارغارين نستعمل مغرفة بلترسل المغرفة شوكولاته الطالي نستعمل شوكولاته الطالي تبديد سيده ونستعمل الشوكولاته الطالي المغرفة مغرفة زبدة يجب أن تكون كائنة إذا كنت تكون كمية دائرة و هذه المكونات تضعف نبدأ نجمعها بيدة و تضغطها و يفعل حرارة الكفتة على اليد يجب أن يدوب لكي تعرفوا المهم نرى الطريقة يجب أن نشرب المواد الناشفة بشوكولاتة الطلي و الدهان نبدأ نزيد و نزيد و نزيد حتى تحصلوا على هذه النتيجة لا تردوها مع عجينة تقدمها في يد هنا نزيدها الشوكولاتة الطلي هذه هي المعيار التي تحر فيها يجب أن تكون كائنة سيليكون يجب أن تقوم في تغريبها يجب أن يتم تغريبها سيليكون يجب أن يتم تحفين السيليكون كوانجلاتر نضغط كوانجلاتر تجمد 4 ساعة حلوة سهلة جدا تعمر العين سوف نزين التزيين تجمد 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 نحن سوف نزين تجمد مكسرات نحن لا تجمد تبدل المول هذا المحف اضع لها في الحاوف بيستاش الأمانة اضع لون المارون مع الفير بيستاش اضع لون رائع اضع لها في الوسط مع الطوف يا كارمال اضع لها انعكاس شباب و غيم الفوقة و ان شاء الله شاهدكم في الجنة